اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقدر اقول ان منصة الترفيه اصبحت مكتملة ومش عاوز بقى ابقى بكرر الكلام الكتير اللي قلناه قبل كده في شرح طبيعة مكتبة الترفيه على جاوي تيفي والمزايا الكتير اللي المشاهد بيحصل عليها من خلال اشتراكه في الخدمة ادخلوا على جاوي تيفي دلوقتي عشان تشوفوا احدث الاصدارات لشهر فبراير وفيه لينك تحت في الديسكريبشن تقدروا من خلاله تشتركوا دلوقتي حالا الاشتراك في جاوي تيفي بخمسين جنيه في الشهر او بعشرين جنيه للأسبوع بدون الحاجة لكريدت كارد وببساطة من خلال شبكة الموبايل اللي مشتركين فيها وزي ما انا مش حابب اقول كلام مكرر عن جاوي تيفي برضو مش عاوز اقول كلام مكرر عن The Social Network بس سريعا يعني فيلم The Social Network صدر في عام 2010 واحداثه بتدور عن قصة اختراع واطلاق شبكة فيسبوك والصراع القانوني اللي اثير حول ملكيتها الفكرية السيناريو لارون سوركن عن كتاب The Accidental Billionaires لبين مزردش والاخراج لديفيد فينشر والبطولة لعدد كبير من الممثلين الشباب الواعدين وقتها واللي بعضهم اصبحوا دلوقتي نجوم صف اول بكل تأكيد الفيلم ترشح لتمن جوايز اسكر وكسب تلاتة وعشان نفهم بس قيمة التلات جوايز دول لازم نفتكر الافلام الاخرى اللي صدرت عام 2010 لان دي السنة بتاعت وافلام تانية كتير جمدة جدا يعني من الاخر كانت سنة صعبة وموضوع الحلقة بتاعت النهاردة هم باختصار خمس مشاهد من الفيلم هم اكتر خمس مشاهد انا شخصيا بحبهم وعاوز اشرح ليه بحبهم وايه هي قيمتهم في نظري وكتير من القراءة والتحليلات اللي حقولها ممكن تختلفوا فيها معايا وده تمام جدا وصحي جدا ومقبول جدا بكل تأكيد وقبل ما نتكلم عن اول مشهد بس عاوز ادي تحذير سريع بالحرك فلما شافش فيلم ده سوشال نتورك اولا انت اكيد بتهرج بس الاهم من كده ان افضل تقفل الحلقة دي دلوقتي وتبقى ترجع لها لما تشوفه مشهدنا الاول يعتبر درس فيه كيفية تصميم صدفة ده مشهد بيجمع ما بين مارك زاكربرج وادواردو سافرن المكان هو غرفة مارك زاكربرج في سكن الطلبة بتاع جامعة هارفرد والزمن هو مساء بعد احد المحاضرات اللي الكنين كانوا بيحضروها المناقشة عن كيفية تحقيق ربح من موقع ذا فيسبوك اللي الكنين اطلقوه والمناقشة واخد شكل الخلاف بس مش دي النتيجة الرئيسية اللي عايزين نطلع بيها من المشهد في نتيجة تانية اهم وهي ان ادواردو يكتشف الجواب اللي بيؤكد ان في نزاع حول ملكية فكرة موقع ذا فيسبوك ايه هي الطريقة بقى اول ما الكنين بيخشوا القوضة ادواردو بيجري بسرعة على التلاجة وبيطلع ازاستين بيرة مارك ما بياخدش باله من اللي عملوا ادواردو بيروح يجيب لنفسه ازازة هنا في رسالة ثانوية اتبعتت على جنب كده وكل مشاهد يفسرها براحته بس دلوقتي وفي وسط الخلاف ده ادواردو واقف وماسك في ايدو ازاستين واللحظة اللي بيدور فيها على مكان عشان يحط الازازة هي اللحظة اللي بيكتشف فيها الجواب اصلا ممكن كلنا نختلف ان دي ينفع يتقال عليها صدفة يمكن السبب الوحيد اللي بيخليني انا عن نفسي اقول عليها صدفة هي ان مارك زاكربرج ما كانش ناوي يوري الجواب لادواردو ودي برضو رسالة ثانوية مهمة جدا كل مشاهد يفهمها براحته واثناء النقاش حول موضوع الجواب اللي ممكن ما تبانش على انها صدفة ادواردو سافرين ما كانش حيعرف ان في نزاع على ملكية الموقع بتاعه الصدف يا جماعة من اسوأ المواقف الدرامية الممكنة لو ما حصلتش في الواقع اللي الفيلم بينقله صعب قوي المشاهد يصدقها ورغم ان المشاهد اتعلم يقبلها بعدد معقول في اي عمل بس حدوثها تلقائيا بيخسر العمل بعض النقاط وحرف التفاديها في مشهد زي ده بيكسب العمل بعض النقاط المشهد التاني اللي عاوز اتكلم عنه هو مشهد تقديم شون باركر واللي ما بيحصلش الا بعد مرور ساعة على احداث الفيلم المشهد ده برضو فيه صدفة مهمة جدا وتقدمت بحرافية كبيرة جدا وهي صدفة اكتشاف شون باركر لموقع ده فيسبوك بس دي مش موضوعنا المراضي موضوعنا المراضي هو الاكسبوزيشن خلينا فاكرين ان شون باركر بيتقدم بعد مرور ساعة في احداث الفيلم يعني بالبلدي كده ممكن نقول ان هو جاي متأخر وفي حاجات كتير قوي عاوزين نعرفها عنه عشان نقدر نقبل ان هو حيكمل معانا وكل اللي احنا عاوزين نعرفه عنه عرفناه في ظرف تلات دقايق المكان هو غرفة احد الطالبات في ستامفرد الزمان هو صباحا بعد ليلة شائية يعني والنتيجة الرئيسية المطلوبة من المشهد زي ما قلنا ان شون باركر يكتشف ده فيسبوك ومن خلال جهل الطالبة ايمي بهوية الشخص اللي هي نامت معاه شون باركر بيقدم نفسه وبيقدم بعض الكوميديا الضريفة وده اللي تقال بس الاهم هو اللي ما تقالش وهو توضيح ان شون باركر في المرحلة دي من حياته كان بيصطاد بيصطاد مشروعه القادم بالتسكع والتوغل داخل دوائر الطلاب في ستامفرد لانه عارف كويس جدا ان المستقبل كله حيطلع من هنا وانه عاوز يبقى دقيق جدا ولكن في نفس الوقت حاسم جدا وهو بيختار فرسته بالضبط زي التعبان اللي بيحوم حوالين ضحيته وده مش كلامي انا ده كلامه هو المشهد التالت هو مشهد صراع الاجيال التوأم تايلر وكاميرون وينكلفاس بيلجأوا لرئيس جامعة هارفرد عشان يشرحوا هول السرقة اللي هما تعرضوا لها ويطلبوا تدخله عشان يرجع الحقوق لاصحابها عشان نكتشف ان رئيس الجامعة لاري ساميرز شايف ان الموضوع كله هايف الراجل كان وزير المالية زي ما هو شخصيا بيقول ولسه مصدق ان الاقتصاد اللي بجده والفلوس اللي بجده عمرها ما حتكون في ايد العيال يعني من الاخر رغم ما كانت ودي كلها جاهل والفجوة الرهيبة في منظور الطرفين من النتائج الرئيسية بتاعت المشهد بس في نتيجة تانية ثانوية مهمة اوي وهي توضيح التضارب ما بين شخصية التوأمين كاميرون هادي وراسي جدا لسه معترف بسلطة الكبار وضرورة احترامهم بجانب حاجات تانية زي الاحترام العام للحياة الجامعية والتوقع الافضل من اي حد حتى لو كان اللي سرقه بينما طايلر زي ما تقوله كده عربجي اهان رئيس الجامعة مرتين بالمستخبي وتوجي الاهانتين بعد كده بشتيمة مباشرة كان مهمة اوي عند ديفيد فينشر مخرج الفيلم ان واحنا بنبص على الكنين دول نشوفهم فعلا كشخصين مختلفين رغم ان الكنين على مستوى الوجه فعلا بيجسدهم نفس الممثل وانا اقصد على مستوى الوجه فقط لان جسم طايلر بيجسده ممثل تاني وفي مشاهد شديدة الاتقان بتبين الاختلاف في البناء الجسدي للكنين وفي مشاهد تانية للأسف بتفضح المؤثرات البصرية المستخدمة زي لقطة سريعة في المشهد الرابع اللي عاوزين نتكلم عنه مشهد سبق هنلي دوت لما شفته في السينما ولما شفت الفيلم تاني في البيت حسيت انه لا ينتمي لباقي الفيلم كان كسرة سريعة في الاقاع بمنتهى الامانة انا ما بحبهاش لحد دلوقتي بس لما نيجي نتكلم عن التسلسل ده بشكل منفصل حنلاقيه عبقري ومليان رسائل ونتائج حاسمة في احداث الفيلم ده المشهد اللي توقى منا بيخسروا فيه سباق مهم وبيتلقوا اهانة على خفيف كده من امير موناكو وبيكتشفوا مدى النجاح اللي بيحققوا الموقع المتنازع عليه كاميرا لحد المشهد ده ما كانش عاوز يقاضي مارك زاكربير كان لسه بيرسل جوابات وبيرسل تحذيرات وكان متصور ان الموضوع ممكن يتحل بعيدا عن المحاكم ولكن نقطة مهمة جدا في تكوين شخصياتنا هي اللي حسمت الامور جماعة واحنا بنتفرج على فيلم ده سوشال نتورك لازم نفضل فاكرين ان دول مش بشر عاديين دول شباب بينتموا داخل تصنيف اصحاب الانجازات الاستثنائية اصحاب الانجازات بالفعل مش لسه حينجزوا وجزء مهم في تكوينهم ده هو علاقتهم باهلهم ورغم ادراكهم للفجوة الفكرية ما بين الاجيال لكن نظرة اهلهم ليهم بخيبة امل تعد قاتلة وابوهم اللي بيرفض انهم يحسوا بخجل عشان خسروا السباق ما بيقدرش يخفي خيبة امله لما بيثار موضوع فيسبوك والشعور تجاه الاباء ده من العناصر المهمة في المشهد الاخير اللي عوزين نتكلم عنه مشهد الفخ ادراك ادواردو سافرين انه تعرض لمكيدا وده مشهد من عدد كبير جدا من المشاهد في الفيلم اللي فيها انتقال زمني مبين الاحداث نفسها ومبين غرفة الاستماع وهي مش غرفة واحدة الحقيقة هم غرفتين غرفة تخص النزاع الفكري على ملكية الموقع وغرفة تخص المقلب اللي لبسه ادواردو سافرين وهي دي الغرفة اللي تهمنا دلوقتي اه يا جماعة فوس فيلم ده سوشال نتورك بجائزة الاوسكر لافضل منتاج ما كانتش ضربة حظ ده فيلم معقد جدا ومبدع جدا على مستوى المونتاج والمشهد ده يعتبر دليل صارخ رغم انه يعد من الاقل تعقيدا ادواردو اللي كان بيتكلم في جلسات الاستماع بكل ثقة مبيقدرش يخبي احساسه بالعار لما بيثار موضوع المكيدة وما بيلاقيش طريقة يوصف بيها هول اللي حصله الا رد فعل والده ورغم اني عادة ما بحبش المشاهد المتفجرة على مستوى الانفعالات وزي ما قلنا كتير مش هي الاختبار الحقيقي لموهبة اي ممثل بس اللي عمله اندرو جارفيلد في المشهد ده يعد افضل اداء تمثيلي في الفيلم في رأيه الشخصي وبموهبته كاد ان يقنعني شخصيا ان هو البطل الحقيقي للفيلم اقصد ان ادواردو سافرين هو البطل الحقيقي للفيلم واعتقد ان عدم ترشيح اندرو جارفيلد لجائزة افضل ممثل مساعد من سقطات الاوسكرز المعتادة والمشهد ده بيختتم بجملتي المفضلة في الفيلم كله يمكن نرجع تاني بعد فترة ونلاقي نفسنا بنعمل حلقة تانية عند سوشال ناتورك وده لانه فيلم غني جدا والكلام عنه ما بيخلصش بس في النهاية دي مشاهدي الخمسة المفضلة من الفيلم ويهمني جدا اعرف المشاهد المفضلة ليكم انتم من فيلم ده سوشال ناتورك ياريت تسهموا بيهم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بودجو وباي باي